قيام قوات الجيش والأمن بحرق محصول القمح للأهالي سنة ثاني ونصف من الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري كانت كافية لخفض إنتاج القمح من أربعة ملايين طن قبل الثورة إلى مليون ونصف المليون طن في عام 2013 تراجع إنتاج القمح أكد حسب مراقبين أن سياسة النظام في الاكتفاء الذاتي لمواجهة العقوبات المفروضة عليه من قبل الدول الغربية باءت بالفشل بعد تقارير أفادت بها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفأو وزير الزراعة في حكومة النظام أحمد القادري وحتى وقت قريب كان يتمسك بتوقعات أكثر تفاؤل إذ قال إنه يتوقع أن يفوق الإنتاج ثلاثة ملايين ونصف المليون طن فيما قال التجار والمسؤولون إنه رغم سقوط أمطار جيدة هذا العام فإن شح البذور والأسمدة بالإضافة لنقص العمالة أدى لإنتاج أسوأ محصول منذ عام 1984 عندما تضررت البلاد بسبب موجة جفاف شديدة حكومة النظام كانت قد أودعت ماقمته 70 مليار ليرة سورية لدى البنك المركزي لشراء القمح من المزارعين المحليين وأفاد مسؤول بقطاع الحبوب على صلة بالنظام أن تراجع الإنتاج المحلي منذ العام الماضي دفع حكومة النظام إلى زيادة وارداتها من الحبوب بمليون طن على الأقل غالبيته من القمح اللين اشترته من السوق العالمية في عام 2012 مسؤولنا سابقون بقطاع الحبوب قالوا أن المخزون الاستراتيجي من القمح الذي يغطي واردات عام ويبلغ نحو أربعة ملايين طن استنفذ على الأرجح على مدى العامين الماضيين مما يمنذر بكارثة غذائية قد تتعرض لها سوريا إذا ما استمر النظام في رفضه لجميع الحلول المطروحة لنهاية المأساة التي يعيشها السوريون النقص في الانتاج كان أحد أهم أسبابه النزوح الواسع الذي شهدته معظم المناطق الزراعية في سوريا بسبب القصف اليومي واستهداف قوات النظام للمحاصل الزراعية والوضع المتردي الذي وصل إليه الفلاح